اشتركوا في القناة ومنطقة كتير حلوة ومركز كتير حلو كامل خبرنا بالبداية عقد عن هاليفنتي أول مرة بتعاملوه بلبنان صحيح أول مرة نعملو بتعناية بمنطقة اللبقاء لأنه نعرف نحن لبنان كله عم نجرب نوعي العالم على رياضة اليوغا أكتر وعم نجرب نوعي العالم قداش مهمي هالرياضة والصحة الجسدية وفكرية ونفسية ومنطقة اللبقاء عم نعرف نحن عطول من المناطق اللي شوي بعيدة عن مركزية بيروت نجرب أكتر نعمل فيها نشاطات صحية وتكون هالثي للعالم كلها ومن هالنشاطات هي نشاط هيدا اليوغا يلي بيشمل جميع بيشمل عدة تفاصيل جوته يعني مثل الرياضة رياضة الفكرية رياضة النفسية مثل تشجيع للمرجات المحلية والزراعية ونواعي العالم أكتر للناس اللي عندهم أولاد كمان ما عندهم فكرة عن هذه المشروع هيدا رياضة فبشمل عد هالتفاصيل كل هالتفاصيل موجودة بدقة هيدا المشروع جيهان فأزان رح نحكي بالتفصيل عن يعني البرنامج الويك أند بس كمان فأزان رح يكون فيه مصنوء يعني منتوجات غذائية صح نحنا صحية طبعا صحية أكيد رح نفتتح على ساعة ثلاثة وراح يكون فيه ولنس ماركت على ساعة خمسة رح نحكي شوي عن اليوغا وشوي عن اليوغا على الساعة خمسة ونص تقريبا لح نعمل سانسات يوغا من بعدها لح يكون فيه عنا أكرو يوغا شو من بعد الأكرو يوغا شو عنا مثل فودكان وشانتينغ ولح كمانا سوفي ويرلينغ نعمل مثل شو سريموني سريموني أكيد من بعدها فيه حدا يخيم فيه خيام أو فيك تجيب الخيمة طبعي واللي ما بيحب يقعد بخيمة فيه أوتلات حد الكرمل جوز هذا أول نهر هذا أول نهر يعني واحد الشهر نهر السابق واحد شهر صحيح بس سوري أطلاع بس من جيد شغلي كتير منيح وفي كتير إشاء يعني بس من الإشاء المهمة للعالم بتحبها كتير هي لايف ميوزيك موسيقى وعم نجرب نجمع شي بين الشرق والغرب يعني نجمع موسيقى العود والناي والأكيد البركاشنز والطبلي موسيقى 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 اثنين كتير إنسان سوفي يعني ويرلينج درويش كتير كتير إنسان هيك بيحب بيعمل درويش بشكل ترنيج بشكل كتير محترف محترف وهيدا الإنسان جاي من تركيا خصيصا لهيدا البروجيكت تبعنا لهيدا البروجيكت تبعنا هيدا هيدا من البقع من تعنايل لا نعيش بيزا من المنطقة بس يعني الأجواء المنطقة يعني أجواء كتير حلوة بدون يوغا كيف مع يوغا كمان بس كيف يعني نقيت المكان وليش كرم الجوز بتعرف إنه بالبقع في كتير مناطق حلوة وخصوصها بمنطقة تعنايل يعني هي هي اللوكيشن كتير هيك فيها وخارج أنه ينعمل فيها هيك إفانت وكمان أنه هيك كل أهل البقع كمان أنه قريبة على كل المناطق قريبة عليهم ايه قريبة عليهم هلأ بعيد علينا بس نحن نحن نطلع على البقع ما في مشكل لا ما هي كمان كمان أنه أهل البقع وأهل كل المناطق مثل بيروت ومناطق أبعد كمان يقدروا كمان يجتمعوا بمنطقة رائعة وحلوة فأزن المشكل يعني الويك أند هو ثبت وأحد وممكن أن يكون فيه يعني الواحد ينام على سور بلاس شو رح يكون كيف رح يكون البرنامج بالليل الأحد بعد ما حكينا أوكي هلأ في عندهم توتشوزز في يناموا أو بيعملوا أو فينا يناموا بأوتل تاني يوم الصبح في عنا مديتيشن وبعدين عنا في براكفست ناخده بكرم الجوز وبعدها بدنا روح على لوكيشن تانية بزحلة نعمل هايكينج دي وفي دوه نعمل لنشوف فيديو نعمل لنشوف فيديو نعمل لنشوف فيديو عائد لمن هالويك أند موجه يعني لأشخاص بيعرفوا يوغا ما بيعرفوا يوغا صراحة الرياضة اليوغا كل إنسان عنده فكر عنده جسم بحاجة بتعرض لسرس كتير يعني بحاجة لرياضة اليوغا هيدا الويك أند حبينا نحن نعمله open لكل العالم يلي بيعملوا يوغا ويلي ما بيعملوا يوغا يلي بيعملوا كامبينج ويلي ما بيعملوا كامبينج الناس اللي عندهم أولاد صغار وحبين يخدوهم على محل يتعرفوا فيه على النوع الجديد من الرياضة يتعرفوا فيه على ينوهوا عن فكرهم يرتاحوا شوي بتعرفوا الاسترس على العالم كبير والصغير كتير كبير وخاصة هلأ قبل المدارس أو بهالمرحلة بداية المدارس كل الناس اللي عنده أولاد بالتحديد بتكون فيتي على المدرسة ومهمومة وبعضهم ما رقلجوا يعني ما عارفوا هلأ كتير منيح ياخدوا فكرة صغيرة عن هيدا عن اليوغا وكيف بتصير اليوغا لأنه اليوغا بتساعدهم كتير ضمن الدراسة كمان هذا الموضوع لكل العالم بيقدر يجوا عليك جهان فإذا اليوم التاني رح يكون برنامجه مثل مقالة غيضة بيبدأ من الصبح وايه وعيا على السبعة في واحد يوايء شوية شي سالشن على السبعة شي سالشن على السبعة إذا حتى أنا حيب بيتأخر شوي بالنوم سومنا لأننا نبلش الهايك شوي مأخر أي ساعة الهايك تسعة اharound 9 صح أنه ارound 9 رح نكون بالبريكفسد تعرفي بيخذوا وقتهم من البريكفسد بالتروع هلأ بعد السبعة يعني السبعة ونوص فينا أهم شيء اللي بيحبوا الرياضة التأمل رح نكون عم نعطي تكنيك كتير حلوة ولذيذة تحضر الإنسان للهايك وكل يوم يقدر يعملون. هلأ فيه بريكفست شي ساعة ناخد وقتنا والهايك رح نمشي عليها تقريبا شي عشرة إلى ربع تسعة ونصف عشرة. غيدة كيفية الاشتراك أو التسجيل؟ فيهم يأخذوا تيكتز من بيروت يوغا سنتر وفيهم يأخذوا كمان على البيب ونحن حطين عنا على الفيسبوك بايتج عنا نومبرز بقدروا يتصلوا فيهم ليخذوا معلومات. كمان بدي أرفض النظر أنه في عنا عميين كيدز آريا يعني مشان كل العالم اللي عندهم ولاد ما فين يتركوهم بالويك أند أكيد بيجبوهم معهم في آريا بقدروا يتركوا أولادهم فيها يلعبوا ويعملوا اكتيفيتز نهار الأحد يعني نهار السبت. فإذا نحن يكون الويك أند واحد واثنين شهر الاشتراك بيكون أكيد مسبق أو أوبن على الباب يعني بقدر واحد يجي بدون علم مسبق. هلأ لازم اللي بدو يعمل كامبينج لازم يحجز قبل بوقت التانس أو بالأتال والتيكتز مبدئيا نحن عم نبيعهم قبل بوقت بس فيهم ناس على الباب كمان. شكراً في الاشتراك. في عنا ثري حسب إذا بدي يجي أحداً ثبت أو الأحد لحال أو ثبت أحد في ويكاً. نحن عملينا الثبت 30 دولار لـ 21 دولار ويومين مع بعضهم 40 دولار. هون في بس ناوي بشغل اللي عنده تانت و كامبرز بحبوا يطلعوا. سأكيد ما بناخد منهم شيء أجال أرى تس فور فري يعني هو الأرى من دولار هولا اليومين إنكلودي كل الأكتيفيتز اللي موجودة فيها. اللي بدو ياخد تانت بياخد تانت وبيحطها تس فور في كمبيتر. مع بريكفست كمانا إنكلودي. يلجيب تانت من عنده يلجيب الخيمة من عنده. يلجيب خيمة من عنده. واللي عابل ويستأجر خيمة كمان فيه واللي عابل ويقعد بالأوتال كمانا في غيضة بتساعده. عابلين كل الأوبشنز. حتى نهونا على العالم كتير. مظبوط ريلاكس. وهيك الكلفة منا كتير يعني كبيرة حتى لي كمانا ما يكون الواحد عم يتفحق الريلاكس بيصير سترسي. صحيح. يتفحق كتير حق الريلاكس. صحيح. وخلو لأنه باللبنان بتاعفي ما كتير عنا اكتيفيتز يعني. نعم. نعم. أهلا وسهلا فيكم عائد غنم جهة النصر اللواغي. دانوفا الحمية. شكرا لوجودكم معنا. فأزا الموعد هو واحد واثنين شهر بي كان من جوز بي. تعني له أكيد صفحة على الفيسبوك لا. إيفنت اليوغا رح تكونوا وتقدروا تشوفوا فيه تفاصيل أكتر. وقفوا هلأ ونرجع من تابعنا. إحنا وإياكم مع اللايف. خليكم معنا.